الارض التي تفيض بالبيرة متشددة جدا في صنعها فمنذ عام 1516 وضعت قانونا يحصر انتاج البيرة ببضع مكونات فببعض البلدان يستخدم الارز في البيرة اما المانيا فتمنعه منظمة صانعي البيرة الالمان تطلب من الامم المتحدة الاعتراف بهذا القانون كثروة عالمية وان تضعه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي نحن فخورون بهذه الثقافة فخورون بفننا في صناعة البيرة النقية باستخدام اربعة مكونات فقط فخمسة الاف صنف من البيرة تصنع من اربعة مكونات هذا امر عظيم يستحق السير على نهجه عالميا لمحاولة تحسين مستوى مبيعاتها تحاول بعض المصانع الصغيرة ان تنتج بيرة من غير معايير مثل بيرة ايلز الانجليزية والتي لا تعتبر بيرة وفق القانون الالماني فالالمان ينظرون لانجل كبلد يصنع بيرة عظيمة ولكن غير خاضعة لقيد قانون بلدهم قانون نقاوة البيرة الالماني قد يعتبر ثروة قومية الى انه يعيق حاليا تقدم صناعة البيرة في البلاد موضوع سيبقى دائما قابلا للنقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر